اشتركوا في القناة عند قول المصنف حفظه الله تعالى قال باب في احكام الاطعمة قال لما كان الطعام يتغذى به جسم الانسان وينعكس اثره على اخلاقه وسلوكه فالاطعمة الطيبة يكون اثرها طيبا على الانسان والاطعمة الخبيثة بضد ذلك ولذلك امر الله العبادة بالاكل من الطيبات ونهاهم عن الخبر شرى جميلة جدا من الشيخ في بداية الكلام انه بالفعل الاطعمة لها اثر على سلوك الانسان يعني ابتداء مثلا الذي يأكل لحوم الابل كثيرا تجد فيه طبيعة من الابل الشدة والغلزة ونحن ذلك والذي يأكل لحوم الغنم اقل منه لذلك وهكذا ويأتي معنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ولذلك الشرع نهان عن اكل اشياء التي لها طابع خبيث واباح لنا كل ما كان طيبا قال الله تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبة ولذلك في الحقيقة الواحد بين يدي هذا الكلام ولا سيامع نحن في هذه الايام العصيبة يعني ايام نزول هذا الوباء الذي يعم الارض الان وباء القرونة هذا الذي احدث اضطرابا في البشرية كلها ولا يزال يعني لما نتأمل ونرجع لاصله نجد ان بعض كما يقول بعض الاطباء او بعض التقارير تقول هذا هذا راجع الى ان الصينيين يعني يأكلون اشياء هي ليست من ما يأكله الانسان العادي حتى من سائر الناس في العالم بغض النظر عن الاسلام والكفر فهؤلاء يأكلون اشياء شاذة جدا وهي اشياء محرمة بل اشياء خبيثة للنفوس تأكل يعني الثعابين والخفافيش ونحو ذلك والتفاضع وكذا ونحو ذلك فيأكلون هذه الاشياء لذلك بعضهم يقول ان هذه الاشياء احدثت نوع من التفاعل معين نشأ عنه هذا المقروب او هذا الوباء الذي انتقل من الحيوانات الى الانسان انتقل من الحيوانات الى الانسان فهؤلاء لانهم لا ضابط عندهم يحكمهم ولا شرع ولا دين يحكمهم اما المسلم طيب ولا يأكل الا الطيب لذلك هذه المعاني نجدها في هذا الكلام قال الله تعالى يا ايها الناس قلوا مما في الارض حلالا طيبة وقال تعالى يا ايها الذين امنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياهم تعبدون وقال تعالى يا ايها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ولذلك هذا يدل على ان الشرع اباح لنا الطيب من الطعام وحرم علينا الخبيث من هذه الاطعمة والاطعمة جمع طعامه ما يأكل ويشرب يقول والاصل فيها الحل الاصل في الاطعمة كلها الحل الا ما جاء الدليل على استثنائه كما سيأتي ان شاء الله قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا كل ما في الارض حل يأكله الانسان قال وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على ان الاصل في الاطعمة الحل الا ما استثني وذا من عظيم فضل الله علينا الاصل في الاطعمة الحل ان يجوز نأكل اي شيء ونشرب اي شيء الا ما استثني الا ما استثناه الشرع وهي اشياء قليلة كما سيأتي قال شيخ الاسلام ابن تيمية الاصل فيها اي الاطعمة يعني الحل لمسلم من عامل صالحة لان الله تعالى انما احل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته لقوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ولهذا لا يجوز ان يستعان بالمباح على المعصية كمن يعطي اللحم والخبز كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش ومن اكل الطيبات ولم يشكر فمذموم يعني انسان المسلم مأمور بان لا يأكل الا الطيبات ثم كذلك لا يعين بهذه الطيبات من يأكل المحرمات او يشرب المحرمات ثم كذلك هذا المسلم مأمور بان يشكر ربه سبحانه وتعالى بعدما يأكل الطيبات يقول ومن اكل الطيبات ولم يشكر فمذموم قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اي عن الشكر عليه وتذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب احدكم ان يأكل الاكلة فيحمده عليها وان يشرب الشربة فيحمده عليها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فالله تعالى اباح لعباده المؤمنين الطيبات لكي ينتفعوا بها وقال تعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات يقول وقد بيّن الله لعباده ما حرمه عليهم من المطاعم والمشارب الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء جائز ومباح للإنسان من المطاعم والمشارب الا ما اشياء حرمها حددها سبحانه وتعالى قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه قال فما لم يبين تحريمه فهو حلال يعني الذي لم يأتي دليل على تحريمه فالاصل فيه الحل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها قال النبي رحمه الله حديث حسن رواه الدار القطني وغيره قال فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس فلا جوز تحريمه سبحان الله وهذا يدل على قلة المحرم من المأكل والمشارب والملابس هذا يدل على قلة هذه الأشياء قال فإن الله قد فصل لنا ما حرم فما كان حراما فلابد أن يكون تحريمه مفصلا فكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفى الله عنه ولم يحرمه هذا كل في الحقيقة لازل نقول هذه العبارة وهي أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا المطاعم والمشارب ولم يحرم علينا إلا أشياء قليلة جدا قال والقاعدة في ذلك أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه هو مباح بخلاف الطعام النجس والخبيث يقول كالميتة والدم والرديع والبول والخمر والحشيشة والمتنجس هذه الأشياء بيتفرع عنها أشياء يعني البعض يقول أنت بتقول لي أشياء بسيطة نعم هي أشياء قليلة فعلا يقول إزاي طب ما هو مثلا ميتة الدجاج ميتة البقر ميتة الجمع كلها اسمها ميتة كل دول اسمهم واحدة اسمه الميتة اسمه ميتة نعم قال وهو الذي خالط النجاسة يعني متنجس فإنه يحرم لأنه خبيث مضر لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أما تفصيل هذه المحرمات قال فأما الميتة فهي ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرعية الميتة كل ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرعية لم يذكى ذكاة شرعية يعني لم يهرق دمه في تذكية شرعية من دبحش دبح شرعية قال وحرمت لما فيها من خبث التغذية الحاجات اللي هي ما دبحتش دبح شرعية هذه خبيثة هذه خبيثة بل هم نفسهم في الطب المعاصر الحديث بدأوا يستوعبوا مسألة اللي بيذبح واللي مش بيذبح الفرق منهم الذي يذبح يفرغ منهم الدم فيصير طيبا طاهرا بخلاف الذي لم يذبح تبقى فيه دماؤه فيصير خبيثا والعياذ بالله يقول وحرمت لما فيها من خبث التغذية والغاذ شبيه بالمغتذي الغاذ شبيه بالمغتذي يعني الإنسان هيبقى شبه للشيء اللي بيقله وسبحان الله هذا شيء ظاهر والله سبحان الله تجد يعني الذين يأكلون الخنازير مثلا تجد والعياذ بالله نسبة الدياثة فيهم عالية جدا ولا يذبح بالله لأن الخنزير من الحيوانات المعروفة بذلك أنه لا يغار على أنثى أبدا الخنزير ولذلك تجد اللي بيقلوا الخنازير تجدهم سبحان الله فيهم نفس الطبع وهكذا يقول والغاذ شبيه بالمغتذي ومن محاسن الشريعة تحريمهم تحريم الأشياء القبيثة فإن اضطر إليه أبيح له عند الاضطرار فقط أبيح له قال وانتفى وجه الخبث منه حال الاضطرار لأنه ابتداءا هيقل منه قدر ما يسد به حاجته فقط مش هيشتهيب أو يتلذذو نحو ذلك هيقل قدر الحاجة فقط من هذه الميتة نعم قال لأنه غير مستقل بنفسه في المحل المغتذى به بل هو متولد من القابل والفاعل فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المغتذى المغتذى به فلم تحصل تلك المفسدة يعني في الميتة التي يأكلها الإنسان المسلم عند الاضطرار في صحراء ولا حاجة ولا غيره هينتفي هذا المعنى وهو أنه يأكل خبث لأنه بيأكل في حال اضطرار وحال ضرورة شديدة جدا في هذه الحالة وسيأكل منه قدر الذي يسد به يعني ما يهلكه قال لأن فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يا قبال المحل خبث التغذي فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا لأنه بيأكله مختار هو بيأكله يأكله مضطرا لا اختيار نعم وأما الدم أيضا من ما حرم الله من الأطعمة والمشارب الدم قال فالمراض به المسفوح يعني الدم المهراخ المسفوح وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المبائر ويشوونه ويأكلونه يعني أهل الجاهلية والعياذ بالله كانوا يأكلوا الدم ويشوه ويعملوها ويأكلوها فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح بخلاف الذم المتبقي في خلال اللحم يعني وفي العروق كانت الزبيحة بعد الذبح خلاص في قدر معين اه موجود لكن هذا يعفى عنه شرعا وهذا لا يؤثر والحمد لله في خبث الذبيحة قال حتى لو مسه بيده فظهر عليها أو مسه بقطنة لم ينجس قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق فأما ما يبقى في عروخ اللحم فلم يحرمه أحد من العلماء انتهى قال ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرة كالسم والخمر والحشيشة والدخان التبغ لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلق قال فالآية الكريمة تدل على تحريم أكلي أو شرب كل ما فيه مضرة مع أدلة أخرى تدل على تحريم الأطعمة والأشريبة الضارة للعقول والأبدان يعني جاءت الأدلة تدل على أن هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ يعني تسم والخمر والحشيشة والدخان التبغ ونحن ذلك كلها هذه دخلة في التحريم مع ما جاءت به الأدلة من الشرع على أشياء أخرى يعني يأتي الكلام عليها كمثلا كأكل ذي ناب من السباع مثلا كأكل مثلا الضفاضع مثلا كأكل الخفافيش هذا قد جاءت نهي به ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل الضفاضع لا تأكل الضفاضع فإن نقيقها تسبيح فإن نقيقها تسبيح ولا تقتل الخفاشة فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب صلتني على البحر حتى أغرقهم رواه البيهاخ وهو موقوف على عبد الله بن عمر وإسناده صحيح هذه الأشياء منعنا من أكلها ولذلك من أكلها أكل محرما أينها قال والأطعمة المباحة على نوعين والأطعمة المباحة على نوعين حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار فيباح منها كل ما لا مضرة فيه كل ما لا مضرة فيه والحيوانات على نوعين حيوانات تعيش في البر وحيوانات تعيش في البحر فحيوانات البر مباحة إلا أنواع منها حرمها الشارع حيوانات البر مباحة كلها إلا ما جاء من أنواع منها حرمها الشارع قالوا من ذلك الحمر الأهلية الحمر الأهلية هذه من حيوانات البر محرمة شرعا الحمر الأهلية هي التي يركبها الناس ويسخرونها للخدمة ونحو ذلك بخلاف الحمر الوحشية لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وآذن في لحوم الخيل نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وآذن في لحوم الخيل قال ابن المنذر لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها يعني لحوم الحمر الأهلية يقصد هذا لحوم الحمر الأهلية أما الخيل فالحقيقة أنه لا يزال لا تزال الإباحة لا تزال الإباحة قد وردت في الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه متفق عليه نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه متفق عليه وقد يقول قائل أن هذا كان في خيبر مثلا أو كان في سفر لضرورة أو نحو ذلك ففي رواية أخرى أيضا عند الشيخين في رواية أخرى قالت ونحن في المدينة قالت رضي الله عنها ونحن في المدينة في المدينة ذايل على أنه ما كان شرف سفر ولا كان في حالة طريقة ولا شيء من ذلك بل في الواية للدورة قتني قالت فأكلنا نحن ونحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحرغم من حيوانات البر أيضا ما له ناب يفترس به حيوانات البر اللي ناب هذه تحرم لقول أبي فعلبة الخشني رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع واتفق عليه ويستثنى من ذلك الضبع الضبع له ناب الضبع له أنياب ولو مخالب كمان لكن مستثنى الضبع مستثنى من هذه السباع فيحل أكل الضبع لحديث جابر عمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع حديث صحيح رواه أبو ذو وهناك أيضا رواية أخرى عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال هو صيد يعني نجوز لكم أكله قال هو صيد نعم وصححه الشيخ الألبان رحمة الله عليه قال العلامة بن القيم رحمة الله عليه إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد السباع العادية من الاعتداء مقصود العادية يعني التي تعتدي إلا ما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد أما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وصف واحد وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية يعني الضبع مش طبيعة أنه هو بيعتدي يعني ليس من السباع التي فيها الاعتداء والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث للمغتذي بها شبها اللي هيكل السباع هيبقى أخلق شبها ولا تعد الضبع من السباع العادية لا لغة ولا عرفا انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه قال والطيور مباحة الطيور مباحة إلا ما استثني إلا ما استثني يحرم من الطير ما له مخلب يصيد به الطيور برضو لها مخالب تحرم قال وهو الظفر الذي يصيد به الحيوانات قال عقاب والبازي والصقر لقول ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور ولذلك احنا ما نقولش لهذه الأشياء التي فيها أن يهمش هذه لا تؤكل نعم ولا كل ذي مخلب من الطيور قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وابي هريرة قال ويحرم من الطيور أيضا ما يأكل الجيف يحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب وذلك لخبث ما يتغذى به يحرم من الطيور أيضا الطيور التي تأكل الجيف يعني حتى لو مش ملوش مخلب حتى لو ملوش ناب لكن بيأكل الجيف يبقى لا يجوز أكله وكالنسر والغرام نحو ذلك وابو إردان ومشرفيه نحو ذلك كل هذه الأشياء التي تأكل يعني الجيف نعم ويحرم من الحيوانات ما يستخبث كالحية والفأرة والحشرات عموما هذه لا تأكل لو كان سائر طعامه من هذه الأشياء القذرة يبقى تصار جلالة يصير جلالة وهذه تعليا التنبيه اللي بيكون كل طعامه مثلا أو كل طعامه من الخبث من ما هو مأكول يصير جلالة نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه فمن أكلها استحلا لها استتيب ومن اعتقد التحريم وأكل فهو فاسق عاص لله ورسوله قال وتحريم الحشرات لأنها من الخبائث وتحريم الحشرات لأنها من الخبائث قال ويحرم من الحيوانات أيضا ما تولد من مأكول وغيره وغيره يعني غير مأكول يحرم من الحيوانات ما تولد من مأكول وغير مأكول قال كالبغل فهو من الخيل والحمر الأهلية البغل ده متولد من نوعين نوع مأكول ونوع غير مأكول الخيل مأكول والحمر الأهلية غير مأكول يبقى لا يجوز أكله تغليبا لجانب التحريم ما وقد أجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة أنواع هي واحد ما نص عليه بعينه كالحمر الأهلي يعني ما جاء به النص كالحمر الأهلي اثنان ما وضع له حد وضابط يعني ده حد كل يظهر في الدنيا في أي لحظة يضبط على هذا قال كما له ناب من السباع أو مخلب من الطير أي حيوان هيظهر في أي مكان في الدنيا لو مخالب أو لو أنياب يبقى لا نأكله نعم ثلاثة ما يأكل الجياف كالرخم والغراب والنصر ونحو ذلك نعم أربعة ما يستخبث كالفأرة والحية خمسة ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل ستة ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله كالفواسق الخمس والهدهد والسرد ما أمر الشارع بقتله يبقى لا يجوز أكله يبقى لا يجوز أكله هذه الأشياء مثلا والحية والعقرب وكذا ونحو ذلك هذه الأشياء لا يجوز أكلها أو نهينا عن قتله أو نهينا عن قتله يبقى لا يجوز أكله يعني زي النمر وزي الضفاضع وزي الخففيش ونحو ذلك فنهينا عن قتلها وعليه يبقى نهينا عن أكلها قالوا ما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور هو حلال على أصل الإباحة قال خيلي وبهمة الأنعام البقر والغنم والإبل ونحو ذلك والدجاج والحمر الوحشية والضباء والنعامة والأرنب وسائل لحوش لأن ذلك كله مستطاب فيدخل في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات قال ويستثنى من ذلك يعني الأشياء هذه يستثنى منها الجلالة من البقر والإبل وغيرها وهي التي أكثر على فيها النجاسة فيحرم أكلها لما روى أحمد أبو ذوود وغيرهما من حديث ابن عمر نهي عن أكل الجلالة وألبانها يعني نهينا عن أكل الجلالة وهي من الحيوان مأكل اللحم لكنه أكثر على فيه من النجاسات يبقى لا يجوز أكله ولا شرب لبنه ومن حديث عمر بن شعين نهي عن لحوم الحمر الأهلية وعن رقوب الجلالة وأكل لحمها قد يقول الإنسان الرقوب طبع ما نمو الرقوب ومال هذا هذا نوع من التوبيخ والترهيب من أكلها ونحو ذلك إنه ينهى عن استعمالها أصلا قال وسواء ذلك في بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه قال ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط حتى تحبس بعيدا عن النجاسات وتتحط في حزيرة تاكل طيب ثلاثا أو ما يقدر لهذا الحيوان أن يتحول لحمه من اللحم الخبيث الذي فيه طعم الخبائث إلى طعم الإش الطيب قال ابن القيم رحمه الله أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها وكذا الزرع والثمار سبحان الله الشجر نفسه لو شجر ولا زرع مزروع في نجاسات لا ما يقلش من ثمره لأن النجاسات دي هتأثر في الثمر إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبيث وتبدله بالطيب سبحان الله دروا إلى هذه الشريعة العظيمة وما أجمل في الحقيقة يعني هذه التشريعات أن حتى الأكل والشرب الشريعة تحافظ على أن يكون الإنسان طيبا في كل شيء المسلم لدرجة أنه الزرع المزروع في مكان في نجاسات ما تأكلش منه لأن الآثر ده يطلع في الطعم بتاعه سبحان الله ولذلك مثلا من الأشياء التي تدخل نفس الحكم السمك لو كان يعيش فيه مثلا وإن كان في الحياة مش يعيش مش يعيش فترة طويلة لو يعيش في ماء نجس مياه نجسة مثلا زي المجاري ونحوم ذلك هذا لا يؤكل لأنه صار جلالة نعم فيعني هناك بعض الأمور الأخرى سيأتي بقية الباب في التنبيه عليها وهي مسائل تحتاج إلى تفصيل ووقت آخر فهنا نتركها إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى ونقف على هذا القدر إلى المرة القادمة قلوا خبري هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة